محمد صلاح طبعا أرقام الكواسية بالجملة زي ما قلت لكم تحطيم 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 ماشي يحطم في الأرقام الكواسية في إنجلترا تعالوا نشوف أرقام محمد صلاح الكواسية حاجات فوق الخيال فوق الخيال أول لعفة تاريخ الدول الإنجليزي الممتاز وسجل في المباراة اللي افتتاحية لست مواسم على التوالي موسم 2017-2018 2018-2019 2019-2020-2020-2021 2021-2021-2021 2022-2022-2023 عد عد معي الأرقام الجولة الأولى في موسم 2017-2018 سجل في مرمى واتفورد والجولة الأولى في موسم 2018-2019 سجل في مرمى وستهام الجولة الأولى في موسم 2019-2020 سجل في مرمى نوريش سيتي والجولة الأولى في موسم 2020-2021 سجل في مرمى ليتزي يونيتد وفي الجولة الأولى في موسم 21-2022 سجل أيضا في مرمى نوريتش وفي الجولة الأولى في موسم 2022 النهاردة 23 سجل في مرمى فولهام أكتر لعب تسجيلا للأهداف في المباريات الافتحالي للدول الإنجليزي برصيد 8 أهداف وعاد الرقم الثلاثي الأساطير طبعا ألان شيرر ووين روني وفرانك لامبرد وصل للهدف رقم 119 لهم على ليفربول ليصبح ثالث الهدفين التاريخيين للريز في براميال ليج مايكل أوين عنده 118 هدف محمد صلاح بقى 119 هدف ستيمان جيررد 120 هدف روبي فولر 128 هدف يعني فضله 9 أهداف ويبقى الهداف التاريخي للليفر في الدول الإنجليزي ويوصلهم إن شاء الله عاد الرقم مايكل أوين كثام من أفضل هدف في تاريخ ليفربول بجميع المسابقات أول طبعا الأسماء آيان راش 346 هدفا وروجير هانت 285 هدفا وجوردون هودسون 241 هدفا وبيلي ليدل 228 هدفا الخامس هو ستيفن جيررد 186 هدفا والسادس روبي فولر 183 هدفا والسابع كيني دالجليش 172 هدفا والثامن لعابنا الكبير المصري محمد صلاح 158 هدفا بالتساوي مع مايكل أوين بنفس الرصيد وفي المركز العاشر هاري شامبرز 151 هدفا أكثر لاعب مساهمة في أهداف أمام الفرق الصعيدة حديثا إلى المصابقة منذ انضمامه الليفربول بحسب موقع الدول الإنجليزي ساهم صلاح في 28 هدفا أمام الفرق الصعيدة بتسجيل 17 هدف وصناعة 11 هدف ما بيرحمش الناس الطيبين الغلابة للفرق الصعيدة حتى دول صلاح ما بيرحمهمش وإحنا مش عايزينه يرحم أي حد في الكورة مش عايزينه يرحم أي حد يسجل ويبدع ويسجل أهداف ويفضل طول الوقت أسطورة الأساطير تابع